تواصل مؤسسة حياة كريمة تسير قوافلها الطبية في مختلف محافظات الجمهورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية نظمت المؤسسة قافلة طبية شاملة لأهالي قرية السيد هاشم بحي الجنائن في محافظة السويس في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين تواصل مؤسسة حياة كريمة رحلتها عبر الوطن منتقلة من بلد إلى بلد ومن حي إلى حي ومن قرية إلى قرية لا تمنعها العوائق ولا تعطلها التضاريس دأوبة في مساعيها لتحقيق حياة كريمة لكل مصريين ومصرية كما يستحق القافلة شاملة فيه عشر تخصصات طبية فيه عندنا رشاد زراعي فيه عندنا نهاردة معاهم طب بطري طبعاً دول راحوا في قرية عارف احنا نهاردة في مكان اسمه سيد هاشم في جمعية أبنود نهاردة بنستهدف 1200 حالة من الحالات الإنسانية بتاعتنا اللي موجودة في السويس جميع التخصصات نزمة معنا مستهدفين من أهل المنطقة 1200 حالة طبعاً مش بس كده لا احنا مشتركين معنا النهاردة برضو الهيئة العامة لتعليم الكبار هيعملوا امتحانات محول أمية ديت برضو بالاشتراك مع أن مؤسسة حياة كريمة بتقوم بالأبحاث نهوة للحالات لأن هم جايين يكشفوا معنا بحس نشوفهم تطلباتهم أو احتياجاتهم قافلة الطبية الشاملة اللي احنا بنقوم بيها بالتعاون مع الجامعة النهاردة بتشمل تخصصات طبية متنوعة التخصصات طبية دي بتبقى بنحاول نحنا نستهدف المناطق البعيدة عن المركز الصحي في المحافظة عشان نقدم الخدمات الطبية الغير متاحة في المراكز اللي موجودة هنا كمان بنقدم العلاج بالمجان لكل الأهالي وكل الفئات المستهدفة جاية بساهم معهم أنا دلوقتي بحجز للناس مسالك وجراها عما وأسنين كشف وعلاج وفيه تحولات بيعملوها لو محتاج تحول يعمل نظارة أو يعمل عملية وفيه كمان قافل محو أمية موجودة هنا احنا دورنا هنا بنتابع كل الحالات أي إن كانت هي سخطية مرضية علاجية أي حاجة احنا في الجماعية هنا موجودين لها أي حاجة بنحلها القافلة العشرون تبدأ عملها في قرية السيد هاشم بحي الجنين في محافظة السويس تلك القافلة الشاملة التي تستهدف نحو ألف ومائتي حالة في مختلف التخصصات الطبية المختلفة كالأسنان وأطفال والنساء والباطنة وغيرها تأتي هذه القافلة ضمن بروتوكول التعاون بين المبادرة وجامعة قناة السويس التي أتت بأطبائها المتخصصين وبمختلف الأدوية التي يحتاجها المريض في كل التخصصات الموجودة تلك الخدمات التي تقدم جميعها بالمجانة سواء الكشفات الطبية أو صرف الأدوية أو حتى الحالات التي تستدعي الإحالة للمستشفيات المختلفة بنقدم الخدمات والرعاية الطبية في الأسنان في العزام في كل المجالات ومشاء الله بنحاول ونقدر نحن نوفر الرعاية الطبية لأكتر من المجالات بيبقى في تواصل لو في أي حالة محتاجة تبعة في العياجة فإحنا بنعرفها بمكانة العيادات بتاعة الجامعة وباتتابع معنا في العيادات إن شاء الله خدمات متعددة طبية وتعليمية وزراعية وبيطرية تتناول جميعاً كل مناحي الحياة مستهدفة كل شبر في أرض مصر قد يحتاج يد العون والمساعدة لترفع عن المصريين أي عوز أو احتياج مهما كان وأينما كانوا ليحيى كل مصري حياة تليق به ليحيى حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر